ادلى سعادة الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني وزير الخارجية ببيان صحفي حول الزيارة الرسمية التي قام بها معالي السيد نفتالي بنيت رئيس وزراء دولة اسرائيل إلى مملكة البحرين وشيرا إلى أن هذه الزيارة ستكون أساسا لتعميق وتقوية التعاون وتعزيز الأهداف المشتركة وقال سعادة وزير الخارجية أن جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه عقد جلسة مباحثات مثمرة وشاملة وبناءة مع معالي السيد نفتالي بنيت وأضاف سعادته أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استعرض مع معالي رئيس وزراء دولة اسرائيل التقدم الملحوظ في مستوى العلاقات بين البلدين ومجالات تطوير التنسيق المشترك تحقيقا لتطلعات البلدين والشعبين وقال سعادة وزير الخارجية أنه تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على أهمية اتفاق مبادئ إبراهيم وإعلان تأييد السلام بين البلدين تجسيدا لنهج جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز قيم التسامح بين الأديان والتعايش والسلام والحوار والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وأضاف سعادة وزير الخارجية أن الجانبين استعرضا الخطوات التي تم اتخاذها في عدد من المجالات وجدد البلدان التأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون وتعزيزه وقال سعادة وزير الخارجية أن البلدين اتفقا على تعزيز العلاقات بين الشعبين لأسيما في مجال التعاون التعليمي والثقافي والأكاديمي والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في بناء السلام وقال سعادة وزير الخارجية أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بما في ذلك الملف النووي الإيراني والإرهاب والتطرف والفقر حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات والمحافظة على استقرار وأمن المنطقة وتعزيز السلام الإقليمي والدولي وأضاف سعادته أن معالي رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الدعوة لزيارة دولة إسرائيل وقد قبلها سموه ومن المقرر أن تتم في المستقبل القريب وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن رشد زياني وزير الخارجية أنه تم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بجانب اعتماد استراتيجية السلام الدافئ المشتركة التي ستكون بمثابة خارطة طريق لتنمية العلاقات وستعطي الأولوية لمجالات الاهتمام المشتركة تم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعمل على فتح المجال للتعاون بين الجانبين وكذلك تم اعتماد استراتيجية السلام الدافئ المشتركة بين الجانبين وهي تمتد لمدة عشر سنوات ترجمة نانسي قنقر